السلام عليكم بخوتي وشاركو ملاباس بخير قلت لكم غير إذا جاءت حاجة ايرجون اللي نديرو عليها سأطرهم ومن ديروش وكيما كالحل كنت نشوف هكذا كاش خبار حاجة ايرجون حاجة اللي كاش ما تكون دخلت علي يوسف عطل تصادفت بالجاردة هادي تقول لك كيما قولوا الانتر راهو راهو كونتاكت معانيس ديركت على جل عطل وخبر هذا خرج اليوم والجاردة هادي خرجت على ال 11 23 كيما راكو تشوفوا العنوان تح يقول لك الانتر يتواصل معانيس كونتاكت نيس يعني تواصل معانيس على الجزائري يوسف عطل الذي سعره يتجاوز العشرين مليون قام انتر بالاتصال معانيس فيما يتعلق بيوسف عطل وفقا لتقارير توتو ميركاتو صادر عن منفذ الاخبار الايطالية يعني جاردة هادي تقول لك بالمصدر الخبر هذا يجب تم توتو ميركاتو الايطالية قال لك ليست هذه المرة الاولى التي ارتبط فيها الانتر بالقيام بخطوة اللاعب البالغ من العمر 23 عاما حيث ربط نادي نيرازوري ايضا معه في هذا الوقت من العام الماضي قال لك في العمليفات الى جانب تشيلسي وباير ميونيخ قال لك العمليفات كانوا كونتاكت مع يوسف عطل مادم قالوا المصدر التيحها توتو ميركاتو نروحوا لتوتو ميركاتو ونشوفوا اسكو صح ولا لا لا كما دخلنا التوتو ميركاتو لقناها صح العنوة التيحها ديلكت يصادفك يوسف عطل من نيس باتجاه ايطاليا تساؤل يعني يتفهموا ولا لا لا وتقول لك تواصل مع الانتر يعني تواصل مع الانتر يعني الانتر تواصل مع كما قلوه مع نيس يقول لك يوسف عطل الجزائري هو احد من اكتر لاعبين طالبا في اوروبا من روعة كيف تسمعك الامكيم هذا روعة وصح هو يعني طلبوه بزار توتنهام تشيلسي الباير دخلت في اللعب لانتر لانتر مشي اول مرة طلاين بزار دخلوا حتى باريسان جرمان غير كما سمعنا دخلوا عندي بزار فعليه يقول لك من اكتر لاعبين طالبا في اوروبا وهو على طاولة التفاوضات وهو على طاولة التفاوضات لانتر كونتاكتات نيس ودقاله على طاولة التفاوضات معهم وقال لك وعقدوه حتى لسنة 2023 لان عنده عقد مع نيس 2023 يقول لك يجعل سعره فوق العشرين مليون اورو سعره على كل حل بزاف فوق العشرين همارهم يقولوا فوق العشرين فوق العشرين يعني تقدر تكون ثلاثين او ربعين صادب وهو موشي تفاهم وراك وشايفين ويوسف عالطال يسهل كتر هذا هو الخبر اللي عندي خوتي ونحط لكم الروابط التحت ودقا ما فهمناش طوطنا اسكون يستطلقوا لا 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 مع اللي راح يلقوا الاوروبا ليقرهم كلاسة وملحة في الدور الفرنسي يوسف عالطال تسمره وحيب يروح وحيب كما قولوا يدير المسيرة على رياض محرز يروح اللاعب كبير كما رياض محرز كما كان معا ليستر سيتي وربح وكذا وراح بقعدة يتضرب مع ليستر بشي تطلقوه مع بشي روح الارسونال بشي روح للوس مولمونشيستر سيتي ومن حقه يوسف عالطال يروح من حقه يوسف عالطال يروح يروح للانتر ولا يروح للأيكيب اللي كما قولوا الدورة خير من الدورة الفرنسي اولا ويروح كما قولوا الأيكيب اللي تنافس على البطولات يربح ما يقعدش يلعب دوكا في أوروبا غير في الكلوب اللي ما يلعبوش على البطولات نو يروح يلعب على الكلوب اللي يلعبو البطولات ويلعبو دوري أبطال أوروبا لأن مدى بينا نشوفو يوسف عالطال في دوري أبطال أوروبا مدى بينا نشوفو يوسف عالطال في دوري أبطال أوروبا ويقطع لهم اللي هيها على درواته ويماركي وكذا تعرفوه يوصف عطال بلا مزيد نوصف كلما عليه خوتي ما نطوش عليكم هذا هو الاخبر اللي عندي اليوم ان شاء الله برك ما يكون لديك حاجة ارجون بعد دقائق لقد ما رانيش حيبزي ندير فيديو خوتي ولكن تبانت حاجة نخليها الغدوة ما ركد بش عليكم خوتي قلكم صحة صحوركم وتصبحوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام